من بغداد مع عبر الأقمار الصناعية دكتور هشام الهاشمي الخبير بالجماعات المتشددة مساء الخير أهلا بك معنا دكتور هشام نتحدث دائما عن تحضيرات القوات العراقية سنتطرق إليها معك ولكن كونك خبير بالجماعات المتشددة داعش كيف يتحضر لمعركة تل عفر؟ حقيقة لديه خطين دفاعيين الأول هي تلك القرى المنتشرة بين منطقة تل العطشانة القريبة من الساحل الأيمن باتجاه تل عفر ونشر بحسب الرصد الاستخباراتي بهذه القرى التي عديدها أكثر من ثلاثين قرية ومزرعة منتشرة هنا وهناك القناصين ووحدات معرقلة ويعلم أنها لن تصمد طويلا مع ضربات الجوية والمدفعية لكنها ربما تعرقل القوات وتستنزفهم نوعا ما أيضا هو يستعد في مرحلة ما تعرف بناحية المحلبية والتي هي ربما تكون الهدف الأول قبل مركز قضاءة الأعفر يستعد بمئة وخمسين إلى مئتين مقاتل بحسب التقارير من داخل تلك المنطقة غالبهم ممن يريدون أن يقاتلوا الطريقة التي قاتلوا فيها في معارك الساحل الأيمن أما بالنسبة لمركز القضاء نعتقد أن عديد من بقي من هذا التنظيم المتطرف من خمسمائة إلى ستمائة إرهابي أيضا هناك مئة إرهابي يتواجدون فيما تعرف منطقة العياضية هذه هي الجغراجة فقط التي يتواجد فيها التنظيم المتطرف بالجملة عديد من بقي لهذا التنظيم من مقاتلين في هذه المنطقة لا يتجاوز الألف مقاتل ما حضوظه في تلعفر دكتور هشام ومعركة الموصل التي خاضها حتى لو أنه خسرها كيف ستؤثر بوجوده وقتاله بتلعفر؟ حقيقة نحن نعتقد أن قتاله في تلعفر سوف يكون في مركز القضاء قتال هوية لأن غالب من بقي من المقاتلين وهم من متشددي هذا التنظيم من ما يعرف بالعفرية التركمان السنة هؤلاء في الغالب هم من التكفيرين الذين كان لهم الدور الأكبر في احتلال نينو وأيضا هم من يدير القيادات العسكرية في ديوان الجن ومن يدير القيادات الأمنية في ديوان الأمن المركزي أيضا هناك مؤشرات حقيقية نعتقد أن أبو يحيى العراقي اللي هو أياد حامد الجميلي مساعد البغدادي لشؤون الأمن ولشؤون ملف العراق نعتقد أنه بحسب التقارير أنه هناك تم حصاره في هذه المنطقة أيضا وجود قيادات مهمة مثل أبو طيبة غانم الجبوري الذي هو الآن يدير اللجنة المفوضة خلفا لأياد العبيدي نعتقد أيضا هو موجود في تل عفر وبالتالي سوف تكون المعركة شديدة لهذه الشخصيات ليس أكثر هم لن يصمدوا طويلا مع الأفواج التي كانت من جهاز مكافحة الأرهاب التي كانت تتدرب على جغرافيا وبيئة تل عفر أيضا الرد السريع والشرطة الاتحادية على وشك إكمال استعداداتهم لتشابه وتماثيل تشبه معركة وبيئة تل عفر بالإضافة إلى فرق مدرعة من الكتيبة 34 و36 و37 من القوات الفرقة التاسعة المدرعة العراقية كأعداد يعني العدد مفروض أن يكون بسيط بالنسبة للقوات العراقية بعد ما وجههه بالموصل وجهته بالموصل نتحدث عن ألاف كنا اليوم نتحدث تقريبا عن ألف كما قلت حدثك دكتور هشام مع هذا ما التحديات أبرز التحديات المتوقعة أن تواجهها القوات العراقية حقيقة موجود فقط تحديين فقط التحدي الأول هو في المحلبية هناك الكثير من العوائل الذين يتبعون عشيرة البصالح من عشائر الجبور التي اتخذ منهم هذا العدو دروعا بشرية وفي مركز تل عفر هو ربما يريد أن يقاتل بطريقة الأرض المحروقة أشبه ما يكون بطريقة المدينة القديمة أو طريقة كوباني وبالتالي سوف يكون التحدي الأكبر هو الحفاظ على البنى التحتية عدى ذلك أظن العدو لا يمتلك أي مفاجأة يستطيع فيها منع القوات من إنجاز التحرير أو إنجاز المهمة التي كلفت بها موضوع المدنيين إلى أي درجة أيضا يقف هاجسا أمام القوات العراقية كان يأخذ الحيز الأكبر بمعركة الموصل لا حقيقة في المحلبية والعياضية وتل عفر البيوتات متفارقة وبعيدة والمساحات مفتوحة سوف تكون أشبه هذه المعركة بمعركة تحرير الساحل الأيسر السريعة والخطأ الغير مقصود باتجاه المواطنين قليل والآثار التدمير سوف تكون قليلة إن شاء الله أنا أشكرك جزيلا على المشاركة معنا دائما دكتور هشام الهاشي ميل خبير بالجماعات المتشددة من بغداد شكرا دكتور هشام شكرا